اشتركوا في القناة على ظهره جرابا ثقيلا بتعبيرنا احنا نقول قونية رجلا شيخا كبيرا يحمل جرابا على ظهره على عنقه ويلتف ويطوف على الفقراء والمساكين في جوف الليل هل سمعتم بذلك رغم كبره ورغم شيبته ورغم ضعفه ولكن يحمل جرابا على ظهره يضع فيه الخبز والسمن واللحم والنقود ويذهب ويفتر على الفقراء والمساكين ويدس الرغيف والرغيفين تحت ابط الفقراء وهم نيام نعم ذلك هو امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية جميلة جدا لأحد اصحاب الامام الصادق عليه السلام حيث تتبع الامام ونظره وأبلغنا ماذا فعله مع الامام صلوات الله وسلامه عليه لنسمع هذه الرواية الجميلة يقول المعلى ابن خنيس احد اصحاب الامام الصادق عليه السلام خرج ابو عبد الله عليه السلام في ليلة وهو يريد ظلة بني سادة طبعا هذا المكان الظلة المكان الذي كان يجلس فيه مجموعة من الفقراء ويأتي الناس ويعطوهم شيء من الطعام اذن هو مكان مختص بالفقراء والناس الفقراء المحتاجين فيقول فاتبعت الامام فخرجت خلف الامام لأنظر ماذا يفعل الامام الصادق عليه السلام قال فجئته فاذا هو قد سقط منه شيء ظهر الامام من شايل القونية على ظهره هناك شيء سقط من الامام سلام الله عليه فنظرت الى الامام سلام الله عليه فقال الامام بسم الله اللهم رد علينا يعني اللهم رد علي الشيء اللي انفقد من عندي رد عليها انا ما جئت للامام سلام الله عليه فأتيته فسلمت عليه السلام عليك يا ابن رسول الله فقال معلا عليك السلام قلت نعم قلت نعم جعلت في ذاك يا ابن رسول الله قال لي الامام التمس بيدك ظهر الدنيا ظلمة الدنيا ظلمة التمس بيدك فما وجدت من شيء فاتفعه اليه دور بلقع شنو تلقى شنو تلقى انطينيها اليه يقول انا هماتين بديت ابحث فاذا انا بخبز منتشر في الارض الظاهر هذا الجراب اللي كان يحمل الامام قد تبعثر شيء منه على الارض انا جاءوا يحملون هذا الخبز يقول فاذا انا بخبز منتشر كثير فجعلت ادفع اليه ما وجدته واذا انا بجراب يقول واذا انا اشوف الامام شاي الجراب فاردت ان ارفع الجراب فلم اتمكن من رفعه لاحظوا عزائم حقيقة غريبة هذه الرواية يقول كنت اعجز عن حمل هذا الجراب الظاهر قونية ثقيلة الامام شاي لها هذه الرواية قال فقلت له جعلت في داكة ابن رسول احمله على رأسي انطيني اشيل على رأسي هذا الخبز او هذه القونية فقال لي الامام لا انا اولى به منك انا اشيله انت مشيله ولكن انضي معي تعال معي حتى انوزع هذا الطعام على الفقراء في جوف الليل طبعا فأتينا الى ظلة بني ساعد يعني هذا المكان اللي الناس الفقراء نايمين وقاعدين به يقول فاذا نحن بقوم النيام هذا اشارة الى ان الوقت شان شنو كان ليلا والناس كلهم نيام بين قوسين الامام يعرف اش وقت يودي غاية الاموال وهذا الطعام الى الفقراء فاذا نحن بقوم النيام فجعل الامام يدس يدس يعني يخفي يضع يدس الرغيف والرغيفين تحت هؤلاء القوم النيام كل واحد يحض جوا رغيف ورغيفين تحت ثوب كل واحد منهم حتى اتى الى اخرين يعني ذولا كلهم النيام وزع لهم ثم انصرف الامام صلوات الله وسلام عليهم فقلت له لحظة عزائي طبعا المعلى يسأل يقول فقلت له يا ابن رسول الله هؤلاء كلهم يعرفون الحق يعني ذولا كلهم اللي انت وزعت لهم ذولا كلهم شيعة موالين إلك يا ابن رسول الله شوفوا التعبير ما للامام سلام الله عليه حتى نعرف احنا من ننطي المننطي وشلون لاحظوا عزائي فقال الامام عليه السلام لو عرفوه يعني لو عرفوا الحق ذول لو واسيناهم بالدقة يعني شنو يعني لو هم ذولا كانوا موالين ومحبين ويعرفون منزلتنا احنا اهل البيت شان واسيناهم بكل شيء بالامور الدقيقة ولكن هؤلاء اغلبهم لا يعرفون الحق غير موالين الامام ما عنده فرق بين الموالي وغير الموالي بالعطاء الكل سواسية في هذا المجال الله ما شاء الله والدقة طبعا هو الامام يقول لو عرفوه لو واسيناهم بالدقة الدقة اما اشارة للامور الدقيقة او هناك الامور التي تطحن الثمينة تطحن وتسلم اليهم ثم يقول الامام سلام الله والكلام كله للامام الصادق عليه السلام يجاوب فيه المعلى ان الله تبارك وتعالى لم يخلق شيئا الا وله خهازن يخزنه اشتصور الهواء الماء كل شيء له خازن ملك يخزنه ملك يخزنه الا الصدقة الا الصدقة فان الرب يليها بنفسه الله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ الصدقات كما نص الآية القرآنية هو الذي يأخذ الصدقات لذلك كان الاما سلام الله عليه من ينطون للصدقة بيد الفقير يبوسون ايد الفقير لماذا يقبلون يد الفقير لأنها يد الله يد الله يعني رحمة الله تبارك وتعالى ان الله يأخذ الصدقات فان الرب يليها بنفسه ثم يقول الامام الصادق ان صدقة الليل هذا هو الشاهد هناك فرق اعزائي ما بين صدقة الليل وصدقة النهار كله مقبول وكله مستقل. تحب وجائز ولكن اكو فرق من حيث الثواب يقول الامام الصادق عليه السلام ان صدقة الليل تطفئ غضب الرب وتمحو الذنب العظيم وتهون الحساب هذا شنو هذا هاي صدقة الليل اللي فعلها الامام سلام الله عليه وصدقة النهار حتى يبين الامام الذين ينفقون سرا وعلانية وهذا الامر لا بأس به وصدقة النهار تثمر المال وتزيد في العمر تزيد في العمر هاي الآثار الدنيوية صير عندك اموال وعمرك يطول هذا بالنسبة الى صدقة النهار ثم يقول الامام سلام الله عليه كله طبعا حديث الامام الصادق في نفس القصة في نفس الرواية التي يرويها العلماؤنا يقول ان عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم هذا الحديث علما للمام الصادق مع المعلى يبين لعظمة هذا الشيء ان عيسى ابن مريم عليه السلام لما مر على شاطئ بحر رمى بقرص من قوته في الماء طبعا تصرف لعل الانسان يسأل يقول شنو هذا التصرف هاي الخبز انت تحتاجها تشمرها بالماء شنو السبب ما هو السبب لماذا فقال له بعض الحواريين قالوا له يا روح الله وكلمته لما فعلت هذا شنو السبب لماذا رميت بهذه القرص فقال عليه السلام فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الماء وثوابه عند الله عظيم إذن المسألة أخواني الأعزاء لمن يريد أن يطفئ غضب الرب ولمن يريد أن يحصل على الثواب العظيم وغفران الذنوب يلتمس الفقراء أينما كانوا ويذهب إليهم وحقيقة صدقة الليل تختلف عن صدقة النهار بالآثار الظاهر أن آثار صدقة الليل آثارها أخروية أما آثار صدقة النهار آثارها دنيوية طول العمر وكثرة الأموال آثارها دنيوية أما صدقة الليل فآثارها أخروية اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآله وتعلمنا معالم ديننا وتعرفنا حلالك وحرامك بفضلك وبمنك وببركة محمد وآل محمد اشتركوا في القناة